دي تيوتة صوبرا موديل 93 عليها محرك 2GZ العربية دي كانت وحش سباقات الدراج ريس بس للأسف دلوقتي وقفت لكن دلوقتي عندنا خطة مجدونة جدا لأن معانا محرك هيل كاد V8 بسعة 7 لتر عليه بيك سوبر تشارجر هناخده ونحطه على تيوتة صوبرا دي بس كده هي دي الخطة طبعا ممكن تفتكر ان الموضوع بسيط جدا هو ان احنا هناخد المحرك نشيله نحطه في العربية وخلاص كده ده الموضوع مش بالبساطة دي وده لانه هكون فيه تحديات كتير اهلا بيكم في حلقة جديدة من تعديلات مجنونة ودي السلسلة اللي بنشوف فيها اغرب واعنف التعديلات على مستوى العالم قبل ما نبدأ ما ننساش تعمل لايك ولأول مرة تشوفنا انزلنا من سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ويلا بينا نبدأ في البداية كده لازم نعرف ان محرك التوجي زي اللي كان محطوطه على السبرة هو محرك بسيط جدا وحجمه متوسط لكن محرك الهلكات اللي معنا ده حجمه هو دير في محرك التوجي زي فمهمة ان احنا نحطه على تويتة سبرة هتكون صعبة جدا لان المكان هيكون دايا ففي البداية كده هيبدأ ان يجيب المحرك ويركب حودة زيت بتاعه وده عشان ياخد المحرك ويحط مكانه عشان يبدأ يشوف ايه التعديلات اللي محتاج يعملها فبيبدأ ان يجيب المحرك ويحط مكانه في البداية كده حودة تيوتة سبرة واسع جدا وخال المحرك بكل سؤولة بس فيه شوية عقبات اول حاجة ان حودة زيت بيغبط في البار اللي تحت وكمان المحرك محتاج ان يرجع وراء تاني شوية فبيبدأ ان يشيل المحرك تاني ويبدأ يشتغل الاول على البار اللي تحت عشان يحل مشكلة ان بيصدم بحودة زيت فعلى طول بدون تفكير هيبدأ ان يقص البار ده وطبعا معلم عشاله لازم يلاقي حل ان مش هينفع يسيب مكانه فاضي كده والخطة اللي بيحطها في دماغه ان هيعمل بار تاني بس هيكون مائل عشان يبعد عن الحود الزيت وكمان فيه مشكلة تانية ان فلتر الزيت بيغبط في السيرينجراك فيبدأ ان يشيل فلتر الزيت ومضخط الزيت وبعد كده هيشوف لهم حل فبيبدأ ان يركب المحرك تاني عشان يشوف بقى الاماكن اللي محتاجة تعدل اول حاجة بيلاقي ان المحرك هيغبط في الحود من وره فبالتالي لازم يلاقي حل المشكلة دي لان لسه المحرك محتاج يرجع وره تاني فعشان يعمل كل حاجة بشكل صح بيبدأ انه يسبت المحرك بشكل مبدئي عشان يقدر ياخد المقاسات بشكل دقيق فبعد التثبيت بيبدأ اول حاجة بنيرفع العربية عشان يوص من تحته ويشوف الكليرينس مظبوط ولا لأ فطبعا بعد ما شال فلتر الزيت بيكون فيه مسحة فاضية ما بين السيرينج راك وحود الزيت هيبدأ يجيب شوية خشب عشان يرفع بهم المحرك ويتأكد انه ما ينزلش لانه هيبدأ بعد كده يعمل اواعد المحرك في البداية يجيب مواسير معدنية ويقطعها ويلحمهم في بعد عشان يعملوا شكل القواعدة وطبعا دول هتركبوا مكان القواعد الموجودة في الشاسية وهيجيب برضو القواعدة اللي بتتركف في المحرك وهيبدأ انه يوصل ما بينهم بعد كده يبدأ يجيب الادابتر بليت اللي بتربط ما بين المحرك ونقل الحركة هيبدأ انه يعمل قطعة معدنية تحكيها بالزبط وده عشان ياخدها يسبتها في المحرك ويبدأ انه يعدل اماكن تثبيت نقل الحركة فبيلاقي انها بترحلة لقدام شوية فبيكرر انه يقطع الحوامل دي وهيركبها قدام شوية فبعد كده بيبدأ انه يرفع العربية وبيفق الحوامل اللي قربت بها المحرك من فوق بعد كده بيجيب نقل الحركة وده نقل حركة بيكون مخصوص لسارات دراك ريس لان نقل الحركة ده هو 3 سرعات بس بيكون مصنوع من استوانات الألمونيوم فهيبدأ انه يرفعه ويركبه مكانه عشان يعدل على أوعد التسبيت بتاعته لان طبعاً دلوقتي كل حاجة ترحلت فبيلاقي انه فيه فرق كبير جداً فبيبدأ انه يقص مكان التسبيت اللي موجود في القاعدة ويركب فيه ونبوب حديدي عشان يرفعه الفوق عند مكان التسبيت اللي موجود في نقل الحركة وده بيكون شكلها النهائي طيب فاكرين الممبر اللي هو قصه في البداية عشان كان عامل إعاقة لتركيب المحرك دلوقتي هيبدأ يعمل تدعيمة للممبر دي تاني عن طريق انه يجيب أمبوب معدني وهيتنيه وهيبدأ انه يركبه مكانه وده بيكون شكله النهائي فبعد كده خلاص بيبدأ انه يشل المحرك ونقل حركة عشان يفنشهم ويجهزهم على التركيب ودلوقتي هيرجع يركب المحرك تاني وطبعا بيتأكد ان فيه فراغات كبيرة جدا ومفيش اي حاجة خطة في حوضة العربية بعد كده بيبدأ يجيب الفلاي ويل ويركبها مكانها وبيجيب الكلاتش ويحط فيه الزيت وبياخده ويركبه مكانه في نقل الحركة وبعد كده بياخد نقل الحركة ويركبه تاني في المحرك مع تركيب برات التدعمات اللي اتعملت وكده خلاص بيكون تركيب المحرك ونقل الحركة انتهى بعد كده بقى هيدخل على اكتر حاجة فيها فن وهي تصنيع هيدرز للمحرك طبعا العملية دي هتكون صعبة لان محرك الفي ات عارض جدا والمساحة ما بينه وبين الحوت بتكون دايق قوي طبعا العملية دي بتتعمل باحترافية كبيرة جدا هتقطاها وحط لكم شوية هايلايتس لها ده بيكون شكل الجزء اللي بيحول مخارج الاربعة الواحد حقيقي شكله جميل جدا المخرج ده عملاق جدا طبعا كل الهيدرز متحركة بطريقة غريبة جدا لان زي ما قلتلكم المكان دايق وللمعلومية اثناء التركيب بيتم عمل نقط لحم مبداية لكن بيتأكد ان خلاص كل حاجة بقى التمام بيبدأوا انهم يفقوا الهيدرز دي عشان يلحموها لحم نهائي وده بيكون شكل الهيدرز النهائي فبتبدأوا انهم يعملوا باقية الاكسوسط ويركبوا كل الحساسات زي حساس الاكسجين وغيرها وده بيكون شكله النهائي بعد كده هنتقل لمرحلة تركيب خزان الوقود وامطلخات الوقود فبيجيب فيول بامب من هالي بتكون VR2 ودي هتكون قويسة جدا للبروجيكت له وكمان بيجيب معاها ثلاثة البنزين بتكون برضه من هالي حجمها بيكون كبير جدا وغريب بس دي هتقضل غرض وزيادة فبيبدأ ان يجيب خزان وقود بمعمول خصيصا للتيورت السوبرا دي وده لانه بيكون خفيف جدا وما بيخدش بنزين كتير لان في الاول والاخر دي عربية سباق واهم حاجة في عربية السباق هو الوزن الخفيف فهيبدأ ان يشيل كل حاجة جت موجودة في شنطة العربية وباللاني كان حرط اوزان حديد في شنطة العربية وراء اكيد لو شفت المنظر هتفتكر انه ليه علاقة بالجيم بس الحقيقة لا وده لان في سيارات الدراك ريس فعلا هم بيحطوا اوزان وراء في سبقات الدراك ريس السوائم بيستخدموا الوزن ده عشان يزودوا وزن العربية شوية لان كله مسابقة بتحط شروط على اقل وزن العربية فبالتالي لازم يعلي وزن العربية حد ما يوصل لأقل رقم لكن دلوقتي هيشيل الكلام ده كله وهيبقى يركبه تاني في الاخر وبيشيل برضو مبارد هوا موجود تحت العربية وبعد كده بيجيب مسامير مخصوص لتثبيت خزان الوقود وبيثبته مكانه فعشان يبدأ يركب باقي الفيول سيستم هيبدأ ان يعمل مخطط لزي السيستم ده هيشتغل عشان يمشي عليه وكل حاجة تكون مظبوطة وطبعا بيبدأ يركب الأجزاء كلها جزء جزء أول حاجة بيبدأ يركب الفيلتر وجده أول فيلتر بيتركب بعد الخزان على طول وبيركب الأنابيب اللي بيتربطه لحد المضخة وبيركب برضو مضخة الوقود وبيوصلهم بالأنابيب وبيشد الأنابيب دي من خزان الوقود لحد المحرك وبيبدأ ان يركب الفيلتر التاني اللي بيكون موجود عن المحرك وكمان بيركب مضخة الوقود التانية هنا العربية بيكون فيها اثنين مضخة وقود عشان يتم مضخة اكبر كمية ممكنة من الوقود بعد كده بيبدأ يجيب المباردات عشان يركبها مكانها قدام بيجيب اثنين وبيلحمهم في بعض وبيشير المبارد القديم وبيركبهم مكانه وطبعا هو عمل كده عشان المبارد ده هيركب عليه بقى الكطع اللي هو محتاج يركبها وده برضه لانه اصغر والفتحة اللي مولة في الاكسدام الامامي صغيرة فبالتالي هيكون متناسب معاها بيرجع تاني للفيول سيستم لكن بلاي ان عنده مشكلة انه مش معاها عوامة البنزين فهيبدأ انه يشتري تيوتة صوبرة تانية قديمة وكتعامل حادث عشان ياخد منها بس القطعة دي وبعلا بيلاقيها وبيبدأ انه جمع بقى القطعة ويركبها تاني مكانها في خزان الوقود بعد كده بيركب خزان تبريد الهواء اللي بيدخل للصوبرة شارجر والخزان ده بتحط فيه تلك والماء اللي بتمشي فيه بتروح لحد الصوبرة شارجر عشان تورده وبالتالي الهواء اللي يدخل المحرك هيكون بارد جدا بيبدأ انه ركب كل الخرطيم وكمان بيوصلوا بمباردات الهواء الامية وكل التبريد ده لان محرك الهلكات فيه ايت بيولد حرارة عالية جدا فبالتالي لازم يكون فيه تبريد كفاية ليه فكده بيكون خلاص تم تبريد الصوبرة شارجر بنجاح نيجي بقى لتبريد المحرك في البداية هيجيب ريدي تير عملات جدا وده هيكون كفاية قوي لتبريد المحرك في البداية هيبدأ انه يزبط له اماكن للتسبيت لان ده مش بتاع السيارة بتاع السيارة كان صغير جدا فيبدأ انه يزبط له اماكن التسبيت اللي فوق اللي تحت وكده خلاص بيكون تثبت بيبدأ طبعا انه يزبط باقي السيستم من مدخة المياه وكل الفتحات اللي وجودة في المحرك وبرضه هيعمل لهم موصلات عشان يوصلهم في ريدي تير وبيجيب برضه مراوح التبريد وبيبدأ انه يركبها في ريدي تير ولا بيكون شكل الكويل سيستم النهائي بعد كده هيرجع ثاني للنزام الاكزوست عشان يكمله لنهاية السيارة طبعا نزام الاكزوست هنا هيكون بيفضل انه يجرب كذا شكل الاكزوست الخارجي وبعد كده بيكرر انه يكون بالشكل ده ولا بيكون شكل الاكزوست النهائي هي الاكزوست ده معمول باحترفها كبيرة جدا انا لو جيت اقيمه اكيد هتديله عشرة من عشرة هيجي بقى بعد كده الجزء الانتيك هنا بقى بيكرر انه اللي هيعمل الانتك بنفسه هيتبعه على 3D printer وهيكون من carbon وده بيكون شكله بعد التركيب بعد كده بيبدأ انه يعمل لستة لكل الحاجات اللي محتاجين يشتريها بعد كده بيطلبهم كلهم وبيوصلولو له اول حاجة بيبدأ يركبها وهي ECU بتاعت العربية وللعلم هي ان ECU بيكون على كاس قطعة وده لان السيارة دي مش عادية لسيارة drag race قوية جدا فبيركب كل القطعة اللي خاصة بكمبيوتر العربية بيبدأ بعد كده انه يعدل على سلوط الكبل لانه هيغيره ويجيب واحد جديد مخصص لسيارات الهلكات وده بيكون شكله النهائي بعد كده بيبدأ انه يركب باقي كابلات الكهرباء في ECU وبيجيب شاشة عدلات جديدة وده هي تساعده عشان ياخد قريات اكتر عن المحرك وده بيكون شكلها وكمان بعد كده بيبدأ انه يجمع باقي الأسلاك الكهربائية ويوصلها بكل الحساسات وبرضه بيجيب كتعة بيكون فيها زرار كتير بيركبها مكان المرايات اللي بتكون موودة في الوسط وديها يستخدمها في الحاجات الفراعية زي الإشارات والكشفات وغيرها وبرضه بيقرر انه يغير بطارية العربية بيجيب بطارية جديدة بتكون أخاف ومخصصة لسيارات السباق وبياخدها وبيسبتها مكانها بعد كده بيبدأ انه يجيب عمود نقل الحركة وبياخده وبيركبه مكانه وبرضه بيركب أنبيب تبريد نقل الحركة وبيعب المحرك بالزيت وبيعب برضو مية التبريد بعد كده بيروح للسفتوير عشان يتأكد ان كل حاجة في المحرك مزبوطة وبرضه بيعب السيارة بالوقود عشان يبدأ انه يشغل العربية بس طبعا قبل ما يشغل العربية هيتأكد انه مفيش أي تسريبات وفعلا ما بيكونش فيه أي تسريبات ودلوقتي هنشغل المحرك لأول مرة وانه بيكون محرك الـ V8 الهيل كات صوت هو بيكون قوي ومرعب جدا تعالوا بقى نرجع نكمل تركيب بقى الأجزاء اللي نقصة في السيارة أول حاجة هيبدأ يركب الشفتر بتاع نقل الحركة هيبدأ انه يشير الشفتر القديم وهيزبط مكان تسبيت الشفتر الجديد وهيشد الأسلاك لحد نقل الحركة وهيبدأ نركب الشفتر الجديد بس طبعا الحماس بياخده جدا وبيكرر انه رازم ياخد العربية ويجربها كده بيكون خلاص العربية بقيت جاهزة انها تطلع للحربة بس طبعا قبل ما يعمل كده هيعمل شوية حاجات أول حاجة هيبدأ انه ينزل كل الزيت اللي كان في المحرك لانه كان فيه مشكلة وهيبدأ انه يحط زيت جديد وكمان هيبدأ انه يغير كوتشات السيارة وده لان الكوتشات الجديدة بيكون عليها مادة مططية من الخارج ودي بيتساعد ان السيارة تكون متماسكة في الأرض وده برضو هيحسن من التركشن بتاع السيارة هيبدأ انه يركب الكوتشات في جانت السيارة بعد كده هيركبهم في السيارة زيت نفسها وده بيكون شكلها بعد كده بيبدأ انه يجيب مريات جديدة للسيارة وبيركبها مكانها كمان بيبدأ انه يجيب بولي جديدة للسوبرت شارجر ودي بتكون أصغر عشان تخلي السوبرت شارجر يلف في أسرع وبالتالي هيدي عزم أكبر بعد كده هياخد العربية ويطلع بيها على الداينو عشان يدوس أول دوسة ويشوف المحرك هيطلع كم حصان بس طبعا كوتشات العربية بتزحلق من على الطاينو بيبدأ انه يضيف مادة بتخلي العجل يلزق أكتر في الطاينو وبيدوس وبيجرب تاني والعربية بتطلع 1050 حصان عند 5500 رب ام وده بيكون رقم كويس جدا كبداية فبعد كده هياخد العربية ويطلع بيها عشان يعمل بيرناوت تعالوا نتفرك سوا حقيقي ما أجمل وانين السوبرت شارجر على تيوت السوبرة بنظر غريب جدا بس في الأول وفي الآخر البروجيك تلاقو ستوري بعد كده بيرجع تاني الجراش وبيعمل شوية تعديلات وبيجرب تاني على الداينو والمراضي العربية بتعمل 1286 حصار كده بقى فيه تحسنات كبيرة جدا بس هو عاوز يعلي أكتر من كده فبيكرر انه هيغير بقرة السوبرت شارجر تاني جاب واحدة أصغر وهيركبها مكانها وهيجرب ونشوف تاني وبقى ينقوي إن دي صغارة جدا وكمان بدأ نزود التلج أكتر عشان التبريد بعد كده هيجرب يدوس تاني على الداينو والمراضي العربية بتعمل 1365 حصان العربية كل شوية بتزداد في القوة أكتر ودلوقت العربية بقتتوحشة بعد كده بقى هيبدأ انه دي في فق القطع النهائية زي البرشوت اللي بتركب ورا وبيشيك على كل حاجة في العربية في هيبدأ انه ياخد العربية ويطلع بيها برا دلوقتي هيبدأ قصة في الريل كيتش بتاع السيارة هيشيل برا علوي لان البرد ده بيغبط في دماغه وكده خلاص بتكون المهمة خلصت دي وقت انه ياخد العربية ويطلع بيها على التراك وتعالوا نسمع شوية طرب دلوقتي بقى جات اللحزة الحسامة لحزة جدوس على التراك ونعرف أرقام السيارة الحقيقية ويلا بينا نشوف الهيل كات تيوت السوبرا هتعمل ايه وحقي السيارة دي عملت انجازات عظيمة السوبرا قطعت 8 ميل في 5.63 ثانية وصرعتها كانت 126 ميل في الساعة وكمان قطعت الربع ميل في 8.8 ثانية وصرعتها كانت 141 ميل في الساعة والأرقام دي بتكون كويسة جدا على بروشيكت زي ده وكده يبقى خلصنا رحلة تعديل هيل كات تيوت السوبرا وده كان كل اللي عندنا في حلقة النهاردة من تعديلات مجنونة لو الفيديو عجبك ما ننساش تعمل لايك وشاير الفيديو مع اصحابك واكتبولنا رأيكم في الكومنتات وقولولي ايه اكتر جزء عجبكم في التعديل ده اشوفكم فيديو اللي جاي سلام